امتداداً لجهود الإدارة العامة للمرور الهدف الى تسهيل وسرعة انجاز معاملات المواطنين والمقيمين تم افتتاح فرعين لتقديم الخدمات المرورية في مجمع سترة ومدينة حمد دوار 17 الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق الخدمات المرورية وإتاحتها بالشكل اللائق تسعى الإدارة العامة للمرور ومن ضمن استراتيجيتها لتطوير جميع الخدمات المرورية المقدمة للجمهور من حيث المدة مدة إنجاز المعاملة ورضى العملاء لتلك المعاملات ومع إيمانها التام بأن الخدمات الإلكترونية هي الأسرع والأفضل وفعاليتها عالية إلا هناك فئة من الجمهور لا زال أودهم أن يخلصون المعاملة بالطريقة التقليدية والورقية في الأعوام التي فاتت تم افتتاح المركز الأمني الموجود في محافظة المحرك ويقدم جميع الخدمات المرورية وبعدها تم افتتاح مركز في فرع اللولو الحد خلال السنة التي فاتت والسنة التي قبلها تم انجاز مائة ألف معاملة في محافظة المحرك وكقصة النجاح تم تكرارها في مدينة حمد ومجمع سترة المركزين الجديدين في مدينة حمد وفي سترة يقدمون جميع الخدمات المرورية تتوازى هذه الخطوة التطويرية من جانب الإدارة العامة للمرور مع العمل المستمر للتوسع في الخدمات الإلكترونية ففيما أنجزت الإدارة في العام 2017 أكثر من مليون ونصف المليون معاملة كان من بينها 218 ألفاً إلكترونية عبر التطبيق الخاص بالإدارة العامة للمرور وموقع الحكومة الإلكترونية طبعاً بالأول إحنا كنا نروح إلى المرور في منطقة مدينة عيسى طبعاً ياخذ وقت على أساس الزحمة حتى بالباركات صعباً أن الوحد يحصل بباركات ولما نوصل داخل طبعاً لانتظار مدة طويلة حالياً ما شاء الله افتتحوا فروع في بعض المحافظات ومنها في سترة طبعاً المعاملة تأخذ مجرد دقائق بسيطة فزحلوا على المواطنين لما سمعت بفتتاح لهو المكتب في مجمع سترة استبشرت خيراً فأنا قد جئت إلى هنا لتخليص هذه المعاملة وخلصتها بكل يسر وسهولة وأشكر إدارة المرور ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الإجراءات المتلاحقة من التطوير والسرعة والكفاءة في تقديم الخدمات المرورية تشكل جانباً مهماً في تحقيق السلامة المرورية بمفهومها الشامل وفي الوقت ذاته توفير الوقت والجهد على المراجعين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين